أخير حاجة قبل ما أطلع الفاصل وبمعننا خلاص داخلين على مباراة مهمة جداً مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم النهاردة الفيفا من خلال موقعه الرسمي أعلن على الشروط الخاصة بسحب قرعة كأس العالم عشرين اتنين وعشرين أول ما لوحد شاف الخبر كده على موقع الفيفا جسمك أشعر خلاص بقى أنت داخل على مباراة حسيمة وحلم الشعب المصري وسحب قرعة كأس العالم والبطولة هتتلاقيه في الضوحة يعني دولة عربية والعدد الجلال مصرية في الضوحة يمكن أكبر من أي جلالة عربية أخرى أو حتى جلالة أجنبية فلما يبقى كأس العالم في الضوحة ولقدر الله من غير منتخب مصر يتبقى صعبة جداً سواء علينا أو حتى على الجلال مصرية اللي هتكون مقيمة في الضوحة خلال هذه الفترة لكن يا رب بإذن الله منتخبنا يكون على قدر المسئولية وإن شاء الله يكون التأهل من نصبنا للعبة في مونديال الضوحة يعني النهاردة الفيفا أعلم أن معاد صحب القرى هيكون 1 إبريل الساعة 7 بتوقيت المحلي بتوقيت الضوحة يعني 6 بتوقيت القاهرة هيتضح موقف 29 منتخب من أصل 32 منتخب خلال الأيام القليلة القادمة يعني قبل إعلان تصنيف الفيفا يوم 31 مارس هنبقى عارفين في 29 منتخب تأهله بشكل رسمي إلى كأس العالم في الضوحة هيتم توزيع 28 منتخب متأهل منهم وفقاً لمبدأ الرياضي معتمد كلنا عارفين على التصنيف وهيتم توزيعهم من خلال الأوعية من 1 إلى 4 بناء على التصنيف اللي هيصدر يوم 31 مارس طيب منتخب قطر بالتأكيد هو الدولة المنظمة هيكون في الوعاء الأول تصنيف A1 بصفة طبعاً الدولة المستضيفة وهينضم بعد كده ليه أفضل 7 فرق في التصنيف المتتالي وفقاً للتصنيف العالمي من أول الوعاء التاني حتى الوعاء التامي كلنا عارفين أن نكاس العالم هيبقى من خلال تمع المجموعات كل مجموعة فيها أربع منتخبات طيب بعد كده هنخلصاً نفنا أو حطينا الأوائل السبعة على رأس المجموعات بما فيه منتخب قطر زائد السبع المنتخبات التانية طيب الوعاء التاني من 8 إلى 15 ودي الفرق اللي بتحتل بقى التصنيف الأقل عن التصنيف الأوائل ثم الوعاء التالت من 16 ل 23 ثم الوعاء الرابع من 24 ل 28 بالإضافة إلى المنتخبين اللي يتأهل من مواجهة القراتين الحاسمتين لسه فيه المواجهة الحاسمة ما بين قرات أسيا مع أمريكا الجنوبية اللي هو نصف المقعد اللي بتحدد في هذه التصفيات ولسه فيه نصف مقعد آخر ما بين تصفيات الكونكا كاف مع الأوكيانوسا وده هيتحدث خلال الفترة اللي جاية مع الملحق الأوروبي اللي هيتلاقب أيضاً للمشاركة في كأس العالم عشرين اتنين وعشرين كمان فيه نقطة مهمة جداً في توزيع التصنيف مفيش أي منتخبين من نفس القرى بتحط في مجموعة واحدة فيما عدا قرد أوروبا يعني مش هتلاقب التوزيع بتاعت القرعة منتخبين من إفريقيا في مجموعة واحدة لا هتلاقب المنتخبات بتتوزع بتوزيع جغرافي بالإضافة إلى التصنيف ما عدا قررت أوروبا فقط لأن أوروبا كلنا عارفين ممثلة ب13 منتخب فبالتالي هيتنافس في خمس مجموعات منتخبين أوروبيين مع بعض في نفس المجموعة يا رب بإذن الله يكون المنتخب موجود في قرعة الدوحة يوم واحد إبريل ونفرح كلنا إن شاء الله يوم 29 مارس الساعة 9 بتوقيت القاهرة عقب نهاية المباراة في دقار وإن شاء الله منتخب مصر بقيادة كارلوس ساكيروش وكتيبة منتخب مصر بقيادة محمد صلاح تكون مجودة في الدوحة عشان تسعد الجالية المصرية والعربية لأن كاس العالم في دولة عربية بدون مصر هيبقى صعب على الجميع